رسالة من مجموعة من شبابنا الشيعي من شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه من إيران أقرأ الرسالة كما وردتني قد طالعنا الكثير من وقائع لقاءات إمام زماننا عليه السلام بأشخاص لا يحصون من الشيعة وغيرهم في الغيبة الأليمة فلاحظنا أنه عليه السلام يذكرهم بالعديد من صور تقصيرهم وفي مجالات عدة ولكننا لم نجد إشارة مهدوية إلى تقصير الشيعة في تغابيهم وغفلتهم أو عنادهم اتجاه ذكر الشهادة الثالثة المقدسة في الصلوات فهل هناك من لقاء أو توقيع شريف أشار فيه عليه السلام إلى هذه القضية الهامة جدا جدا في دين الإنسان وعبادته أما هي الحكمة في عدم الإشارة إليها هذا هو نص السؤال قرأته كما وردني من مجموعة من شبابي شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه من إيران أقول للسائلين بإمكاني أن أجيب على سؤالكم إجابة سريعة ووجيزة ومختصرة لكنني أفضل أن أفصل في الجواب فهناك الكثير من المطالب التي تخفى عليكم وتخفى على المشاهدين أحاول أن أجعل الإجابات في هذه الحلقات على الأسئلة التي تردني أن أجعلها إجابات نافعة مفيدة بقدر ما أستطيع سؤالكم عن لقاء حدث فيما بين أحد الشيعة وإمام زماننا أو عن توقيع شريف كل ذلك يرتبط بذكر الشهادة الثالثة في الصلوات المفروضة بنحو الوجوب مثلما أتحدث عن هذا الموضوع كرارا ومرارا في برامج وأحاديث وإذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل فما الحكمة من عدم إشارة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه المسألة المهمة والمهمة جدا هذا هو مضمون سؤال أسائل وسأبدأ حديثي من التوقيعات التوقيعات هي الرسائل التي وصلت من إمام زماننا إلى الشيعة تارة تأتي هذه التوقيعات من دون سؤال من دون طلب من الشيعة وأخرى تأتي بسبب طلب بسبب أسئلة يوجهها شيعي أو مجموعة من الشيعة قطعا هذه التوقيعات كانت زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى وردت توقيعات قليلة جدا زمان الغيبة الكبرى كالرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة التوقيعات ما بأيدينا من التوقيعات المهدوية قليل جدا لا ندري أين ذهبت باقي التوقيعات نحن نتحدث عن غيبة استمرت ما يقرب من سبعين سنة غيبة الإمام بدأت بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري إمامنا الحسن العسكري استشهد في الثامن من ربيع الأول في السنة الستين بعد المائتين من الهجرة إثمانية ربيع الأول ميتين وستين هجري وانتهت الغيبة الأولى الغيبة الصغرى بوفاة السفير الرابع السمري والذي توفي في شعبان سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة لم تصل التوقيعات من الإمام إلى الشيعة منذ بداية الغيبة وإنما انقضى شطر قليل من الزمان وبعد ذلك بدأت التوقيعات تصل إلى الشيعة عبر سفراء الغيبة مدة سبعون سنة ما يقرب من سبعين سنة قطعا ستتجمع ستتجمع كمية كبيرة من التوقيعات لكن الذي بعيدنا قليل وقليل جدا أين ذهبت تلك التوقيعات هذه أسئلة واستفهامات نحتاج أن نقف عندها طويلا متدبرين متفكرين باحثين عن الأجوبة الحقيقية والتي من العسير والعسير جدا أن نصل إليها للفائدة العلمية والعقائدية التوقيعات المهدوية جمعت في بعض مصادرنا الحديثية أقدم مصدر من المصادر التي جمعت التوقيعات المهدوية كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة قطعا لم يجمع كل التوقيعات ولكن ما وصلت يده إليه هذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في هذا الكتاب تبدأ التوقيعات من صفحة 509 إلى صفحة 549 من صفحة 509 إلى صفحة 549 هذا الباب هو باب التوقيعات وتلاحظون عدد الصفحات عددا قليلا المصدر الآخر غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة فهذا الكتاب اجتمل على طائفة من التوقعات التوقعات التي ذكرها هي هي موجودة هنا لكن عدد التوقعات يختلف أنا هنا ذاكر لكم المصادر التي ذكرت هذه التوقعات أقدم مصدر كمال الدين وتمام النعمة وبعده غيبة الطوسي وبعده احتجاج الطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلم إنها طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين من صفحة أربعمية أو سبعة وستين وإلى صفحة أربعمية أو تسعة أو تسعين من صفحة أربعمية وسبعة وستين إلى صفحة أربعمية أو تسعة وتسعين وهذا المصدر هو المصدر الذي يشتمل على الرسالتين المشهورتين التي وردت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد أقدم مصدر بأيدينا للرسالتين هو هذا الاحتجاج سأشير إلى موضوع رسائل الإمام إلى الشيخ المفيد مصدر آخر أيضا وهو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي من صفحة مية وخمسين إلى صفحة مية وثمانية وتسعين وهكذا عوالم العلوم للمحدث البحراني مع مستدركاتها إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة وهذا هو الجزء الثاني من مجموعة عوالم الإمام المهدي التوقيعات تبدأ من صفحة خمسمية واثنين وأربعين إلى آخر هذا الجزء وهناك أيضا الجزء السادس من معجم أحاديث أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية الطبعة الثانية ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجر قمري قموا المقدسة هذا الكتاب أيضا هذا الجزء وهو الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي يجتمل على التوقيعات الشريفة هذا الكتاب هو الأوسع في جمع التوقيعات المهدوية كتاب جديد موسوعة توقيعات الإمام المهدي صلوات الله عليه محمد تقي أكبر نجات دار الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم موسوعة توقيعات الإمام المهدي محمد تقي أكبر نجات هذا الكتاب كتاب جديد معاصر جمع مؤلفه فيه أكبر عدد استطاع أن يجمعه من التوقيعات المهدوية الشريفة ما يرتبط برسائل الإمام إلى الشيخ المفيد أشير إشارة سريعة هذا الكتاب هذا الكتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة لابن شهر آشوب أنماز داراني المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة وهو من علماء الشيعة المعروفين هذا الكتاب معالم العلماء هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة قموا المقدسة هذه الطبعة الأولى ألف أربعمية وخمسة وعشرين هجري قمري حينما نذهب إلى صفحة مية وتسعة وعشرين ورقم الترجمة سبعمية واثنين واربعين إنها ترجمة الشيخ المفيد يقول ابن شهر آشوب ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وهذه المعلومة ليست صحيحة رسائل الإمام وصلت إلى المفيد الرسالة الأولى سنة أربعمية وعشرة والرسالة الثانية سنة أربعمية واثنعش للهجرة والمفيد توفي سنة أربعمية واثنعش للهجرة الإمام خاطب الشيخ المفيد بهذا اللقب لكن المفيد يلقب بهذا اللقب منذ صغره منذ كان يافعا الذي لقبه بهذا اللقب هو كبير علماء المعتزلة في بغداد علي ابن عيسى الرماني هذا هو الذي لقب الشيخ المفيد حينما كان يافعا في أوائل شبابه حينما كان صغيرا لقبه علي ابن عيسى الرماني لقب محمدا ابن النعمان الذي هو المفيد المفيد هو محمد ابن النعمة لقبه علي ابن عيسى الرماني من كبار علماء المعتزلة في بغداد هو الذي لقبه بالمفيد فهذا خطأ واضح واشتباه فاضح من ابن شهر شوب المازندراني في كتابه معالم العلمات ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه هنا يقول وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب كتاب معروف لابن شهر شوب المازندراني مناقب آل أبي طالب مناقب آل أبي طالب جعل لكل معصوم من المعصومين بابا خاصا به فحينما يقول هنا وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب فلا بد أن يذكر هذا في الباب الخاص بصاحب الزمان فهذا الكتاب مناقب آل أبي طالب قسمه مصنفه ابن شهر شوب المازندراني قسمه بحسب المعصومين معصوما معصوما فحينما يقول هنا من أنه ذكر سبب تلقيب صاحب الزمان للشيخ المفيد بالمفيد هو يشير إلى الرسائل وإلا لا يوجد شيء آخر لكننا إذا ما ذهبنا إلى الجزء الرابع من أجزاء مناقب آل أبي طالب وهو الجزء الأخير منها نجد أن الجزء الرابع قد انتهى بهذا الباب باب إمامة أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه هناك من جاء ورفع الباب الخاص بإمام زماننا حذفوه بالكامل لماذا حذفوا هذا الباب الأبواب الأخرى باقية إذا بدأنا من الجزء الأول إلى نهاية الجزء الرابع فقد ذكر المعصومين معصوما معصوما وجعل لكل معصوم بابا خاصا به إلى أن وصلنا إلى آخر باب بحسب ما هو موجود في كتاب المناقب الآن آخر باب هو الباب الذي يرتبط بإمامنا الحسن العسكري الباب الذي يفترض أن يكون بعد هذا الباب هو الباب المرتبط بإمام زماننا لا وجود لهذا الباب هناك من حذفه في نسخة كانت عندي من معالم العلماء وإنني لأتذكر ما جاء مذكورا فيها بنحو واضح جدا حينما طلبت من بعض الأخوة أن يأتيني بهذه النسخة كنت متوقعا أن أجد الكلام الذي أعرفه والذي قرأته في نسخة قديمة كانت عندي وحينما أقول في نسخة قديمة ما هي بمخطوطة ولا هي بمطبوعة بالطريقة الحجرية وإنما قد طبعت طباعة حروفية حديثة أتذكر أنني قرأت فيها من أن الإمام الحجة قد بعث بثلاث رسائل إلى الشيخ المفيد بثلاث رسائل وأشار ابن شهراشوب من أنه ذكر ذلك في كتابه المناقب يعني أن الرسائل الثلاث ذكرها ابن شهراشوب في كتابه المناقب أين سيذكرها سيذكرها في الباب المختص بإمام زماننا لقد رفعوا الباب بكامله يبدو أن الرسالة الثالثة كانت خطيرة جدا لذا لم يبق عندنا من الرسائل الثلاث إلا ما جاء مذكورا في كتاب الإحتجاج صاحب الإحتجاج أورد رسالتين وما يدريني ربما صاحب الإحتجاج أورد الرسائل الثلاث ولكنهم حذفوا الرسالة الثالثة وحرفوا الكلام في كتاب الإحتجاج هذا هو واقع المكتبة الشيعية وأنا لا أتهم نواصب سقيفة بني ساعد أنا أتهم نواصب سقيفة بني نجف هذا الكلام أقوله ليس من تحامل هذا الكلام أقوله من خبرة طويلة في عالم الكتب بشكل عام وفي المكتبة الشيعية بشكل خاص مثل ما قلت لكم قرأت ولازلت أتذكر هذا بشكل واضح جدا في هذا الكتاب معالم معالم العلماء لابن شهر شوب المازندراني وحينما طلبت من بعض الأخوة أن يهيئ لي هذا الكتاب لا أقصد الآن وإنما قبل سنوات قبل سنوات هنا في لندن طلبت من بعض الأخوة في لبنان أن يرسلوا لي مجموعة من الكتب من جملتها هذا الكتاب إنما طلبته لأجل هذه النقطة لأنني كنت محتاجا لذكرها في حديث في برنامج لا أتذكر الآن كنت محتاجا لذكرها لذكر أن عدد الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد كانت ثلاثا لكنني ما وجدت شيئا من ذلك ووجدت هذا الكلام ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب بحسب النسخة التي كانت عندي ولازلت أتذكر ما فيها فإن ابن شهر آشوب تحدث عن ثلاث رسائل وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة ومن أنه من أن ابن شهر آشوب الماز دراني ذكر الرسائل الثلاث في كتابه المناقب الجماعة ما يفعلون شايلون الباب كله الباب الذي يرتبط بإمام زماننا شاله كله حتى يخلصون من الرسالة الثالثة وإلا لا معنى لرفع الباب بشكل كامل رفع الباب بكامله شلع خلع حتى يخلصون من القضية من أساسها ولذا فإننا لا نملك الرسالة الثالثة مما يؤيد كلامي من وجودي ثلاث رسائل ما جاء في كتاب رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية السيد مهدي بحر العلوم هذا هو الجزء الثالث من الفوائد الرجالية رجال بحر العلوم المطبعة آفتاب إنها الطبعة الأولى الناشر مكتبة الصادق طهران إيران السيد مهدي بحر العلوم توفي سنة 1212 هجري قماري ترجمة للشيخ المفيد وتبدأ ترجمة الشيخ المفيد صفحة 311 ماذا قال بحر العلوم في صفحة 320 وحكي عن الشيخ يحيى ابن بطريق الحلي صاحب كتاب العمدة وغيره أنه ذكر في رسالة نهج العلوم لتزكية الشيخ المفيد رضي الله عنه طريقين أحدهما ما يشترك بينه وبين غيره من أصحابنا الثقات وثانيهما ما يختص به وهو ما ترويه كافة الشيعة وتتلقاه وتتلقاه بالقبول أن مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه وعلى آبائه كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابة كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابة كتابة إذن هناك ثلاث رسائل وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة ما بأيدينا رسالتان فقط الرسالة الثالثة ويبدو أنها خطيرة جدا لذا لأجل ذلك رفعوا الكلام الذي يرتبط بها من نسخة معالم العلماء على الأقل من هذه النسخة التي بين يدي وحذفوا الباب المختص بإمام زماننا من كتاب مناقب آل أبي طالب هكذا تجري الأمور صدقوني هكذا تجري الأمور ولقد واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات مئات المرات واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات حتى صرت قاطعا قاطعا من أن الذي يفعل هذا مراجع الشيعة فلا يجرؤ أحد أن يفعل هذا إلا هم إلا هم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر